السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نقوم بعمل القرنون بالحم والجلبانة محشي بالحم والجلبانة سوس بلانش في طنيجرات قطعين صغير مع مغرفة كبيرة تعسمن مع مغرفة كبيرة تعسمن وقلت لكم بصلات متوسطين مقطعين صغير من الأحسن نقطعوهم ما ترابوهمش ولا ديرو بصلة كبيرة مقطع راح نخلي البصل يتقلى مع السمن والزيت على نار متوسطة دكرة حنروحو للحش وللفاخس اللي حنعمر بها حبات القرنع نحتاجو شوية تعلحم بقري مطحون نحتاجو مغرفة كبيرة نحتاجو شوية على الملح يعني غير شوية نصب مغرفة صغيرة مغرفة صغيرة تعسمن وشوية على البصل يكون مقطع يعني غير شوية كديرو بصل في الفتنجرة خلووا شوية لحشو وديرو شوية تعل المعدنوس يكون مقطع ثاني صغير لازم نديروه راح نضيف توابل عندي فلف الكحل نضيف شوية زنجابي البودرة يعني سكنجبير وشوية القرفة بودرة قرفة غبرة راح نجيب حبة نضربها وندير شوية بشوية حتى تتلم للفخص لازم ما تكونش جارية راح نخلط كلش مع بعض حتى تتلم راح نلمها حتى تحصلوا على حشو متماسك يعني شدروحو درك بعد ما تقلع البصل انا درت المي سخون باش نمرق دايما ما نكتروش الماء باش جلاصه استعنا ثقيلة وجيب نينا راح نمرق بالماء سخون باش يتابعنا بالخف لا نكتروش الماء كما قلت لكم نحن ندير الجلبانة كمية تاع الجلبانة حسب الرغبة وحسب عدد افراد العيلة والتوابل نسحق عود قرفة عود صغيرة تاع قرفة شوية تاع الكركم شوية تاع الملح وشوية تاع سكنجبير تقريبا مغرفة صغيرة مغرفة صغيرة كركم مغرفة صغيرة سكنجبير ومغرفة صغيرة قرفة عفوا مغرفة صغيرة تاع الملح والقرفة عود والفلفل كحل الملح طبعا مبعد نذوقه وشوفوه نازم تكون نار متوسطة باش اجي الماكل الابنينة منذيروش نارة عالية وشوفوه وشوفوه حكيتهم بالليم ودرتهم في الماء لن يكحالوش القرناح فيه الحديد يعني لفاغ كما هو كما البادنجان يعني فيهم نسبة عالية من الحديد لديهم فقر الدم ننصحهم باش يكلوا هاد الطابق وفيه الخضر يعني مفيد جدا نجمو نديرو هاد البلافة في رمضان ما يشتلكمش بزاف الوقت لان كما شتو نعمر الحبه مليح بالحم هاد الطابق تقليدي رح نديرهم بعد ما عمرتهم نديرهم يطيبوه لان هاد الطابق تقليدي مزد فيه يطيبوه كما نقول لك خليته على أصوله وندير الحبات تاع القرنون ولا القرناح في المرقى يعني في المارق يطيبوه والحم ليبقى شكلوه كويرات ووضيفوه حكالي ما يبغيش يأكل القرناع يعني يأكل يبولت تاع الحم يطيبوه ترك رح نخليه على نار هادية يطيب الأحسن تمنى ان شاء الله يكون عجبكم الطابق تاع نهار اليوم كما رحكم تشوفوه طابق صحي ويعني ويجي بزاف بنين زينته بالمعدنوس والليمون وتنجموه تزيدو حباتها على البطاطا ليتبغي تزيد البطاطا اليوم رح نحاول يعني نذكر بعض المشتركات كما تكتب لي من عند أخو مريسا محمد هيدرا أم روالي هي سيدة كيمة من خميس من يانا هدي فاميلتي كي الأخت راديارادو والفتاة الآن يعطيهم ألف صحة دايمن موجودين دايمن يدعموني نشكركم بزاف كي نورا آمزخت أنا اسم محمد ناجيب أخت نورا آمزخت نتمنى إن شاء الله تكون بخير دايمن كان تكتب لي هاد اليومات لا نشوفها الأخت حياة سلمة إيكور كريمة بارك الله فيك الأخت بيبا بيبو يعني نشيطة في القناة هي والأخت نوتيلة كذلك على مقضل من المغرب يعطيها الصحة كي الأخت كذلك تينا ميار ياسين ياسين يعطيكم ألف صحة والفتاة الآن قرية دايمن موجودة نشكركم بزاف على الدعم يعني نحن نحاول في كل مرة أني نذكركم يعني خاصة اللي يكتبوا لي دايمن يعطيهم ألف صحة أم عبد الرحمن السلفية والأخت رودينا ما يخسيبوكو على لي كومنتار وعلى الدعم يعني ربي يحفظكم راد يا رادو الفتاة الآن يقا دايمن موجودين يعطيكم ألف ألف صحة يعني وبالنسبة اللي رح يطلبوا مني شرب أفريك اللي غسطة عرمضان طاجين زيتون المثوم رح موجودين في القناة نتمنى إن شاء الله تشوفوهم وأنا إن شاء الله نحاول نزيد نصوركم وصفات أخرى يعني إن شاء الله يا ربي لقدرني برك ما تنسوش تشوفو الوصفات اللي كنت أنزورها ويعطيكم ألف صحة وشكرا على كل شيء وعلى الدعم موسيقى